اشتركوا في القناة العشر الأخير من شهر رمضان المبارك هذه العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيره وذلك لأن الأعمال بالخواتيم فقد يكون الإنسان فرط في أول الشهر وفي وسطه فيستجرك ما حصل منه من تفريط في آخر هذا الشهر فالأعمال بالخواتيم وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في هذه العشر الأواخر فالأعمال المشروعة في هذه العشر أولاً إحياء الليل أن يحيي الليل بطاعة الله تعالى من قيام وقراءة وتلاوة وذكر وغير ذلك وثاني من أعمال المشروعة في هذه العشر أن يوقظ أهله لأجل أن يغتنموا هذه الليالي الشريفة بما هي جديرة به وثالثاً شد مئزره وهذا كناية عن الجد والاجتهاد وترك الجماع ورابعاً مما كان يخص به النبي صلى الله عليه وسلم هذه العشر كان يخصها بالاعتكاف والاعتكاف هو لزوم المسجد تقرباً إلى الله عز وجل أن يلزم الإنسان بيتاً من بيوت الله تقرباً لله وتفرغاً لطاعته بحيث يبتعد عن الدنيا والمقصود من الاعتكاف أمران عظيمان الأمر الأول الانقطاع والتفرغ لطاعة الله تعالى في بيت من بيوته والأمر الثاني تحري ليلة القدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أول ما اعتكف العشر الأول من رمضان فجاءه جبريل فقال له يا محمد إن الذي تطلب أمامك ثم اعتكف العشر الأوسط فجاءه جبريل فقال يا محمد إن الذي تطلب أمامك ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان وقال من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر من رمضان فالمقصود من الاعتكاف هو انقطاع الإنسان بطاعة الله وأيضا أن يتحرى أن يطلب ليلة القدر هذه الليلة الشريفة العظيمة وسنذكر ما يتعلق بها من الأحكام والمشروع للمعتكف أن يشغل وقته بطاعة الله عز وجل وأن يتقرب إلى الله تعالى بأنواع الطاعة فيلزم هذا المسجد تقربا إلى الله تعالى بالذكر والدعاء والصلاة وقراءة القرآن إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة ولهذا كانت أفعال المعتكف ثلاثة أنواع مشروع وممنوع ومباح فالمشروع للمعتكف هو تشاغله بالقرب أي بما يقرب إلى الله والممنوع ما ينافي الاعتكاف من البيع والشراء والجماع والمباشرة وغير ذلك والمباح هو تحدثه مع زميره أو صديقه أو زائره بكلام مباح وأما خروج المعتكف من معتكفه هل يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه أو لا؟ الجواب خروج المعتكف من معتكفه إما أن يكون ببعض بدنه أو بجميع بدنه أما خروجه ببعض بدنه فلا حرج في ذلك كأن يخرج رأسه ونحوه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه وهو معتكف إلى عائشة رضي الله عنها فترجله فكون المعتكف يخرج جزءا من بدنه لا حرج في ذلك أما خروج المعتكف بجميع بدنه فهذا على أقسام ثلاثة القسم الأول أن يخرج لأمر لا بد له منه شرعا أو طبعا أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا فالذي لا بد له منه طبعا كخروجه لقضاء الحاجة والأكل والشرب فإن كل إنسان قد جبله الله عز وجل على الحاجة بل للضطرار إلى هذه الأمور فخروج المعتكف لما لا بد له منه شرعا أو طبعا فطبعا كخروجه لقضاء الحاجة وخروجه للأكل والشرب أو لا بد له منه شرعا كالوضوء والغسل فهذا جائز لكن ما لم يمكن فعله في المسجد فإذا كان المسجد فيه مكان معد لقضاء الحاجة أو للوضوء ونحو ذلك فإنه لا يخرج كذلك أيضا إذا كان هناك من يحضر له الطعام والشراب في المسجد فلا حاجة إلى أن يخرج القسم الثاني من أقسام خروج المعتكف أن يخرج لما ينافي الاعتكاف يعني لأمر ينافي الاعتكاف كخروجه مثلا لجماع زوجته أو مباشرتها أو أن يخرج للبيع والشراء فهذا لا يجوز بل هو مفسد لاعتكافه فمن خرج وجامع أو خرج يبيع ويشتري في دكانه أو متجره فإن اعتكافه يبطل بذلك القسم الثالث من أقسام خروج المعتكف أن يخرج لطاعة غير واجبة كخروجه مثلا لعيادة مريض أو اتباع جنازة فلو أن شخصا أراد أن يعتكف وهناك أحد من أقربائه مريض أو هناك أحد من أقربائه يخشى أن يموت فاشترض أن يتبع جنازته أو أن يعوده فلا حرج في ذلك ولا بد أيضا من أن ينطق بذلك بأن يقول أشتريط عليك يا ربي أن أعود فلانا أو أن أتبع جنازة فلان ونحو ذلك هذه هي أقسام خروج المعتكف من معتكفه وسبق أن ذكرنا أيها الأخوة أن ليلة القدر ليلة شريفة عظيمة قد قال الله عز وجل فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وسميت ليلة القدر إما من القدر وهو الشرف والعظمة لأنها ليلة شريفة عظيمة فسميت ليلة القدر إما من الشرف والعظمة كما يقال فلان ذو قدر عندي يعني ذو مكانة ومنزلة وإما من التقدير لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة قال الله عز وجل حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين هذه الليلة لها علامات علامات مقارنة وعلامات لاحقة فأما العلامات المقارنة لليلة القدر فمنها أولا قوة الإضاءة في تلك الليلة فإن تلك الليلة تشتد فيها الإضاءة ويقوى فيها النور وذلك لتنزل الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام ومن علاماتها أيضا أنها ليلة بلجة طلقة لا حارة ولا باردة ليس فيها عواصف وليس فيها قواصف بمعنى أنها ليلة هادئة جدا تشعر بالهدوء فيها من بين سائل الليالي من علامات ليلة القدر أيضا انشراح صدر المؤمن في تلك الليلة فيجد المؤمن في تلك الليلة يجد في صدره انشراحا لا يجده في سائل الليالي ومنها أيضا أن المؤمن أيضا يجد من نفسه في تلك الليلة خرصا على العبادة وعلى اكمالها وإتقانها لا يجده في غير تلك الليلة فيجد من نفسه فيجد من نفسه اقبالا على الصلاة والطاعة وحرصا على اكمال العبادة وإتقانها مما لا يجده في غيرها من الليالي ومن علامات ليلة القدر أيضا ومن علاماتها اللاحقة استجابة دعاء من وفق للدعاء فيها فإذا استجاب الله عز وجل دعاءك في تلك الليلة فهذا دليل على أن هذه الليلة هي ليلة القدر من علاماتها اللاحقة أيضا أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع هذه هي أظهر العلامات وهي ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض العلماء علامات لكنها لا تصح فمن العلامات التي ذكروها قالوا إنه لا يسمع فيها نباح الكلاب وهذا غير صحيح الكلاب تنبح في كل ليلة من ليالي العشر منها أيضا ما ذكره بعضهم من أن المياه المالحة تكون عذبة في تلك الليلة يعني ماء البحر ينقلب عذبا وهذا أيضا لا يصح ومنها أيضا نوم الأشجار وسقوطها في تلك الليلة في بعض المناطق وهذا كله لا يصح فعدم سماع نباح الكلاب وعذوبة الماء وسقوط الأشجار كل هذه علامات ليس عليها دليل بل الواقع يخالفها الواقع يخالفها فعلى الإنسان أن يحرص على الاجتهاد في جميع ليالي العشر احرص على الاجتهاد في جميع ليالي العشر ولا تلتفت للرؤى والمنامات التي يتناقلها بعض الناس في وسائل التواصل الاجتماعي لأن مثل هذه الرؤى والمنامات قد تكون سببا لتثبيط الناس عن الاجتهاد لأنه إذا قال إن فلانا رأى أن ليلة القدر هي ليلة الثلاثاء القادم مثلا فتجد أن بعض الناس يجتهد في هذه الليلة ويدعو العمل فيما سواها وهذا خطأ ولهذا من حكمة الله تعالى أن أخفى العلم بليلة القدر أخفاها سبحانه وتعالى لأمرين أولا امتحانا للعباد ليتبين من كان جادا في طلبها ممن هو متخاضل وكسلان وثانيا لأجل أن يجتهد العبد في طلبها وتحريها لأنها لو كانت ليلة معلومة في العشر الأواخر لكان الإنسان يجتهد فيها ويدعو العمل فيما سواها فلهذا كان من حكمة الله عز وجل أن أخفى علمها عن العباد ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأرجى ليالي العشر فأرجاها الوتر وأرجى الوتر السبع الأواخر وأرجى السبع ليلة سبع وعشرين فليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأرجاها ليالي الوتر وأرجى الليالي الوتر هي السبع البواقي ولهذا قال عليه الصلاة والسلام التمسوها في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى ولكن هذا ليس متعينا فقد تكون ليلة القدر في غير ليالي الأوتار لكن أرجى هذه الليالي هي ليلة هي ليلة الأوتار وأرجى الأوتار السبع الأواخر أو البواقي وأرجاها ليلة ليلة سبعين وعشرين ولكنها ليست في ليلة معينة تتنقل ولهذا كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إحدى وعشرين قال عليه الصلاة والسلام إني أريت ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين وإني أريت أني أستد في صبيحتها في ماء وطين فنزل مطر فوكف سقف المسجد فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وعلى جبهته أثر الماء والطين وهذا يدل على أنها كانت ليلة إحدى وعشرين وقال عليه الصلاة والسلام لما تراء بعض أصحابه على إحدى الليالي قال أرى رؤياكم قد تواطعت في العشر الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر فعلى المؤمن أن يحرص على الاجتهاد في جميع ليالي العشر وأن يبذل جهده وطاقته في العمل الصالح فيها لأنها سوف تمضي سريعا وتنصريم جميعا نحن بالأمس كان بعضنا يهنئ بعضا في دخول رمضان مضى عشرون يوما من رمضان كأنها يوم واحد وهذه العشر ستمضي أسرع وأسرع فعلى الإنسان يحرص على أن يستغل جميع أوقاته وأزمانه في طاعة الله عز وجل فأنت على خير ولا سيما في هذه الليالي الشريفة اشتغل بالصلاة بالدعاء بالذكر بقراءة القرآن أترك الذهاب والمجيء الذي ليس فيه فائدة فرغ نفسك إذا لم تكن معتكفا ففرغ نفسك لألبقاء في هذا المسجد وفي هذا المكان المبارك قدر المستطاع إذا أذن المغرب تفطر في هذا المسجد تذهب للوضوء ونحو ثم ترجع وتنتظر صلاة التراويح تصلي التراويح تجلس بعد التراويح للذكر والدعاء أو تذهب مثل الوضوء والأكل ثم تعود وتصلي قيام الليل في آخر الليل وهكذا تشغل أوقاتك فيما يقربك إلى الله عز وجل والإنسان متى حريصة واجتهد في تحر هذه الليلة فسوف يدركها إن شاء الله تعالى فأسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا وإياكم من رقدات الغفلة وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة وأن يوفقنا للصلاح ويجعلنا قادة هدى وإصلاح إنه جواد كريم شكرا لك شكرا شكرا لكم شكرا